مدينة مبوذة المصدر الأساسي الذي يزود كافة قرى المقاطعة بالمواد الغذائية الأساسية التي عرفت مؤخرا تخفيضا في الأسعار مثل الأرز والسكر وزيود ويرى بعض المواطنين أن الأسعار الجديدة لم تطبق بشكل فعلي رغم الجهود التي بدلتها سلطات المحلية لتطبيق المقرر الجديد الخاص بالتحديد الأسعار أسعار قضيته مزال الدولة والله إلا قاتل ما ينتقصوا كل شيء يقود الله يرجع البلو قال مزال الله بصيفة ملكانوا بها ما فعلت الطرع فيه شيء كان مزال الله وائر ما فعلت قيّر شيء أصوّش أعرفون الأسعار لا مزال الطالعة ما رو تسعير تلي كان بيها لا مزال بيها نختاره إحنا ليجان يعود يقوم قيام تعالين يجي ويدخل مقاطعة تنبود لأن يطبق هذه الأسعار التي عدلها رئيس الجمهورية لكلف بيها الوزير الأول وكلف بيها وزير التجارة وتؤكد السلطات الإدارية أن تطبيق قرار خفض الأسعار تم بتشاور مع التجار مطالبة للمواطنين بالتبليغ عن أي مخالفة لما جاء في لائحة الأسعار الجديدة أعقدنا اجتماع موسع في وسط السوق بحضور جميع التجار واتحادية التجار وبحضور المواطنين وبلغناهم بهذا ووزعنا نسخة من الأسعار التي تم تحديدها بناء على ذلك المذكرة وبدأ بها العمل وسجلنا في اليوم الموالي حالة مخالفة تم إغلاق الحانوت 24 ساعة وتم تغرمه الرسالة نقول للمواطنين بعلنهم الأسعار تم دخلة الدولة من أجل تحسين ظروف المواطن يا غير تحسين ظروف المواطن خالق جزء منه قرارات تنقبط وخالق جزء تعاطي من الساكنة يا الله تساهم هي في الرقابة به اللي هو ما أحدد إجحافا بالتاجر ولا إجحافا بالجزاء أحدد بناء على دراسة يا الله نتعاونه كاملين على أنه ينفى كما هو والتبليغ عن أي حالة مخالفة ووصلتنا دور إن شاء الله يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة اتحادية التجارة في مبود أكدت التزامها بتطبيق الاتفاق والاستمرار في تمويل السوق بكافة المواد وبالكميات الكافية بالنسبة للأسعار لنا عددت الدولة لأسعار وجاءتهم للسيد الحاكم عددنا اجتماع هم في المرصة حضروا جميع التجار وحضروا المواطني وقفوا قدامهم للسيد الحاكم وقفوا قدامهم للأسعار وجاء بنا وسموا لوايح بالأسعار وصرح للأسعار بطريقة مبسطة وفهموا التجارة كاملين وفهموا المواطن والتجارة تزمونه انهم ان شاء الله لا يعدلوا لك اللي تطلب الاسعار والدولة والبرنامج الدولة لهم استعاد ومن تزمين بلك ان شاء الله والعافية مخالفات والهالي يمشي لك ان شاء الله بسلاسة ولا علي تلاحق ان شاء الله وشجارة المقاطعة تمود من اسم الاسعار حتى وسموا الدولة والبضاعة متوفرة ويتطلب تطبيق قرار الاسعار الجديد لبعض المواد الاسلاكية تعاون الجميع من اجل تحسين ظروف السكان وخلق توازن في القدرة الشرائية للمواطن محمد علي سالك لقناة الموريتانية مقاطعة تمود